بسم الله الرحمن الرحيم حركة الشعب حزب جماهيري ظهر للعلن بعد ثورة 17 ديسمبر والتحم بجماهير شعبنا من أجل تحقيق أهداف ثورتنا والتي يمكن أن نلخصها في أربعة محاور كبرى ترسيخ الهوية العربية الإسلامية لتونس استقلالية القرار الوطني الديمقراطية التشاركية والعدالة الاجتماعية التوفير العادل للثروة بين الجهات والفئات وجهة القيروان التي قدمت قوافل من الشهداء عبر مختلف مراحل تاريخ تونس سواء أثناء مقاومة الاستعمار أو خلال مناهضة دولة الفساد والاستبداد والتبعية ظلت مهمشة تعاني الفقر والبطالة والأمية لذلك فأننا في حركة الشعب نعد جماهير جهة القيروان بالعمل الجادي على محاربة الفقر عبر إرساء منوال تنمية يراعي خصوصية الجهة ويقطع مع المنوال الجائر الذي كرسته الحكومات المتعاقبة على حكم تونس العمل على إرساء قاعدة صناعية في الجهة عبر تطوير وتأهيل المنطقة الصناعية الحالية والعمل على إنشاء مناطق صناعية في المعتمديات مع تطوير البنية التحتية من طرقات وإعادة السكة الحديدية إلى سال في نشاطها وذلك ليتسنى استيعاب الأعداد المفزعة من المعطلين عن العمل القضاء على الأمية وتبني منظومة تربوية سليمة تضمن تكوينا سليما ومتكاملا لأبنائنا حتى تكون هذه الطاقات الشابة القوة التي تبني تونس الغد تونس الرفاه والحرية وتساهم بذلك مؤسساتنا التربوية في تحصين أبنائنا من الهروب من واقعهم المرير نحو الإرهاب والهجرة السرية والمخدرات أو العيش على الهامش في العالم الافتراضي كما لا يفوتنا في حركة الشعب أن نركز على ضرورة التعاطي الجاد والسريع مع ملف الصحة في الجهة والتي تعيش وضعا كارثيا وذلك عبر ضرورة تأهيل وصيانة كل المؤسسات الصحية في الجهة وتوفير الكادر الطبي وشبه الطبي وتوفير التجهيزات اللازمة لتقوم هذه المؤسسات بالدور المنوط بها كما نعتبر في حركة الشعب أن الانطلاق في بناء المستشفى الجامعي بالقيروان أصبح ضرورة حياتية ملحة أخواتي أخوتي مستقبل تونس أمانة بين أيديكم فلا تضيعوا أماناتكم انتصروا لمستقبل زهر لتونس انتصروا لاستحقاقات ثورتكم انتصروا لمصلحة أبنائنا وكونوا حاضرين بكثافة يوم 26 أكتوبر وقاوموا المال السياسي ومحاولات شراء الضمم وصوتوا لقائمات حركة الشعب ورمزها الهلال وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد والسلام